جامعة النهرين تباشر بامتحانات طلبتها للفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023 ولجميع كلياتها في المجمعين الشمالي والجنوبي باشر قسم العلاقات الاقتصادية الدولية بأداء امتحانات الدراسات الأولية للمراحل الثاني والثالث والرابع وجرت الامتحانات بانسيابية دون تلك أو خلل طبعا تم تحضير اللجان الامتحاني والمراقبة والتدقيقية وإدخال الدرجات في السجلات الالكترونية والورقية فالحمد لله وشكرا لم نواجه الآن أي مشكلة أو صعوبة في هذا الموضوع هذا واتخذت جامعة كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية وتهيئة القاءات الدراسية وبما يكفل تحقيق على المعايير الألمية طلقت على بركة الله صباح اليوم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للأقسام العلمية في كلية التقنيات الأحيائية جامعة النهرين وشهدت نسبة حضور مئة بالمئة بعد تجاوز أزمة كورونا وتخطيها لكن رغم هذا احنا راعينا موضوع التباعد الاجتماعي وكذا نتمنى التوفيق والنجاحة طلابنا في هذا العام الدراسي اليوم قطعنا النص الأول من السنة الدراسية بامتحانات الفصل الأول طبعاً نحن حصيدة شغلنا وجهدنا وجهد الإدارة الكلية وجهد الطلاب يبين في هذه المرحلة المرحلة اللي راح تطول اسبوعين الحمد لله والشكر احنا يعني معاييرنا عالية في إدارة الامتحانات وإن شاء الله تكون نطلع بصورة مرضية لطلابنا ولأساتذتنا ولإدارة الكلية ولإدارة الجامعة فيما شهد اليوم الأول الامتحانات إجراء جولات تفقدية من قبل عمداء الكليات للوقوف بشكل مباشر على سيرها بالإضافة إلى إشراف اللجان الامتحانية والرقابية والتدقيقية ميرغازي جامعة النهرين